لقدر الله في حالة إلي قاعة لينا فدائما تنضرق أهل الاختصاص مشكورين على مختلف تخصصات فبعد مودعنا دكتور يسر عبينتي سنتقبل دكتور نور عقل طبيب أخي سيف أمراض الجهاز الهضمي مشكور على حضرة معنا نورتنا دكتور نورة صباح النور صباح الخير سمية صباح الخير المستمعات والمستمعين الكرام كنت منهم بداية أسبوع موفقة إن شاء الله ويستفدوا من الموضوع دياليوم إن شاء الله حبيبتي وأكيد نتنشكرك على تلبية دوتنا لأنه عارف هذا بعض الوقتات يكون عليك ضغط كبير كنشي ناس كيجي وصولوا ويقدوا لأمور ديالهم وشانسوا ومغنصوا وشانعان نبدل الدواء ديالي ولا لا وشانعان نعالجها للمشكلة قبل شهر الفضيل شهر الصيام فهذا هو موضوع حلقنا دياليوم كيفاش نهيئو الماعدة ديالنا قبل شهر الصيام شو اللي خاسنا نديرو شو ما الاحتياطات نضم الأكل خسنا تبعو شو الخسن تفدعو إلي كونت عندي أمراض مزمينة لقدر الله في الجهاز الهضمي عداد لائحة طويلة نذكروا منها قرحات الماعدة اللي كتقهر عدد من الناس بداية ديال صيام بكتيريا الماعدة أيضا وعداد من الأمراض كيفاش غادي بدأوا ياخدوا الدواء ديالهم كيفاش غادي قدوا المسائل مش ماشي حتى الرمضان عادة بداية فعلا فعلا سوميا كنذكر المستمعات والمستمعي الكرام باللي في فترة صيام كتوقع لنا واحد للترابات اللي ناتج على التغييرات اللي كتوقع لنا خلال هات الشهر المبارك اللولة هي النوم يعني النوم الساعة النوم كتتغير الجودة ديال النوم كتتغير كذلك التغذية يعني التغذية كيبقى الإنسان صايم 16 ساعة 17 ساعة وفاش كتقدر المغرب كيفطر والماكلة كتكون بالليل احنا عارفين بالماكلة الليل كتكون شوية صعيبة احنا كيفاش غادي ندار كل موقف ونحاولوا هديك الماكلة الليل الوخة تكون كيفاش تكون يعني فعالة وما تضرش لنا الجهاز الهضمي احنا غادي نتطرقوا لها هاد الترابات كتوقع دونك احنا شنو خصنا ندير وخصنا نهي والجهاز الهضمي ديالنا واحد ثلاثة احتنا لاربعات الأسابيع قبل الشهر رمضان باش ما نطحوش في واحد الأخطاء اللي كتوقع واللي ناتج على لها بزاف ديال المشاكل لمساوي الجهاز الهضمي اللي كتضطر ان الناس كتبقى تزور الطبيب خلال الشهر رمضان احنا خصنا نتفادوا نوصلوا لهم المساج باش نتفادوا انهم يزوروا الطبيب لان الانسان في شهر رمضان كي يكون مشغول بالتوجات بالصالة بالعبادة يعني باش تدوزلوا دك الشهر الكرم يدوزلوا في احسن ظروف باش ما يمشيش عند الطبيب ديالك وشنو خصنا نديرو باش نتفادوا الوصول لمشاكل وهد النصائح هدي كتتهم الناس اللي عندها الأمرات خاصة والناس اللي ما عندهاش الأمرات هاد الادتارابات اللي هدرنا عليها من ناحية النوم والتغذية كتدل لنا بعض الأعراض بحل حرق الراس بحل الغتيان الضوخة لعيا لاننا خصنا واحد للطن دا دبتاس يعني خصنا واحد الوقت باش نتأقلموا فيه مع الصيام اذا نحنا باش هدك نربحوا داك الوقت ديال تأقلموا باش الجيسم ديالنا ما يطحش في المشاكل خصنا قبل شهر رمضان نشربوا بكمية كتير يعني نكتروا السوائل ماشي السوائل الخيبة بحل المونادة بحل العاصر ودك شي لا كنا نكتروا من المال يتيزان هادو يعني نكتروا منهم باش كان يضغطيوا الجيسم ديالنا يعني باش الجيسم ديالنا ما كيتاحش في داك الاجتفاف يعني في العداز يضغطاسو خلال شهر رمضان باش نسدوا الاحتياجات ديال جيسم ديالنا من ناحية السوائل كدريك سوميا كي الناس اللي كي ديروا واحد الخطأ كي ياكلوا بكمية كتيرة يعني قبل من رمضان كي بغوي ياكلوا بزاف لا حنا نخصنا العكس نقصو سواء نديرو الصيام دا باكي الناس اللي بدو كي يصومو اثنين والخميس مزيانا هدي صحي مزيانا هدي صحي مزيانا هدي صحي يعني كي قولك صومو تصحو ولا كي الناس اللي كيدو لنا الصيام المتقطع صيام المتقطع رأ كان نقصو واحد الوجبة يعني فعوت ما غندي الفطور والغدا واللومجة اللي هي القوتة والعشاء كان حيدو داك اللومجة كان عدت له الفطور كان ديرو تال الحداش يعني مني كان فيقو احنا كنشربوه في السوائل بدون سكر سواء آتي سواء قهوة سواء تيزان حتى الحداش عاد كان فطور مزيان فيه بروتينات فيه سكريات بطيئة يعني بحالة لا نعطيك طاقة باش نكمل لا نعطيك طاقة باش نكمل وحتى لديك ستالعشية عاد كان دير عود ثاني الغدا صافي وما كان عود شن تعش يعني هاد مثلا هاد الصيام هاد نظام هاد نظام ذيال الصيام المتقطع كيمكننا اننا نقصه من الوجبات وكنتوجي دوراتنا يعني اننا غدا نصومه في رمضان تل ما عيدة كتولف والا مشيتك جنهار رمضان عدا كتولف مجلما كتولف مسكنا ما فهم موالو مثلاف من ناس كيتدروا في ذيك 3 يام اللولة فعلا كنلاحضه كنلاحضه يعني بزاف ديالناس كيجو كيزوروا الطبيف داك اللول لانك توقع بحل صدمة الجسم بحلي ما كيكونش عنده داك الوقف باش انه يتأقلم كذلك سميك نصحو الناس يكتروا لنا من الفواكه والخضر الطارية اللي غانية بالفيتامينات والألياف قبل من رمضان اللي كتكون فيها الماء بحل مثلا المعطيشاء بحل الخيار بحل كغجات البطيخ هادو نكتروا منهم قبل ما يدخل شهر رمضان باش كنزودوا الجسم بالفيتامينات والألياف باش ما نوصلوش للقبض نحن غدين هدرو عنا مشكلة بالقبض والمضاعفة سدى والبواسي وبكل شي يعني بحل كتهي الجسم بيهالك كاتفادى واحد ماء كلات وكتدخل الواحد ماء كلات اللي هي صحية باش اننا كنوجده وكانت فادو يعني الماء كلات اللي خصنا نجنبو كانت انتفادو السكريات اللي سريعة والماءكلات اللي عندها سعرات حرارية طالعة يعني قبل من رمضان ماشي احد يدخل لرمضان يعني خصني قبل من رمضان نبعد على الحلويات السكريات المقليات الدهنيات نياز. هاتش كله نحاول نقص منه. إلا ما قدتش نقطعه 100% على الأقل نقص. نقص لأن هذه المأكولات هذه الترسيل بين الجسم. يعني ما نستفدوش منها. بالعكس غي كتتصدر لنا مشاكل وقدر لنا أعراض اللي احنا في غينا عنها. هدي من ناحية. هاتن قولوا الناس كل شي الناس. اللي مريد ولي ماشي مريد. اللي مريد ولي ماشي مريد. واللي مريد كتر. اللي مثلا عنده داك اللي احنا غنطرق لها الأمراض اللي باش ما مزدتش الحدة ديالالالام وديالأعراض وما تتوقعوش ليوم المضاعفات. يعني احنا غنشوفوا كل مرض والمضاعفات دياله. كدلي كتر لنا نقص من المواد الحامضة. يعني بزاد الناس كيجيوا عنا كي يكلوا الحامض اللحم والمودخانة. الحاجة اللي حارة. المملاحات. الملحة. يعني الماكلة مالحة بزاف. راكدر لنا المعيدة. قدر لنا التوقوب في الجداد المعيدة. يخص نقص من العصائر. المونعدة. قاعد داك شي اللي كان عدتو رحنا للجنك فود. يعني داك الماكلة اللي ديال الزنقاء غير صحية. مصنعة فيها مواد حافظة. هدك شي كل شخصنا بعدو منه. باش نهيقو الجسم ديالنا للصيام. ودوز لنا داك الفترة دا رمضان. نكون مرتاح. ان شاء الله حبيبتي. شكرا على النصائح. وهذه مقدمة مهمة. فعلا. ان شاء الله نتمنى يا ربي قدرنا على الصيام والقيام ونكونوا في صحة جيدة يا رب. وما نبقاش خليطيها. ايش هيوات مزيلا. مرة مرة شوية ما فيها بس. والكاعة وتاني الاكسر والمبالغة خيب زر. فعلا. غدينا تروح لفوائد الصيام. لانه اللغة حبانة بهذا الصيام. اكيد لانه فوائد كتير كبيرة على جسم ديالنا. فائدة الصيام. اذا الصيام عنده واحد الادوار اللي ايجابية للجسم كامل. وخاصة الى الجهاز الهضمي. لان كل شيء يدوز عن طريق الجهاز الهضمي. يعني شهر رمضان خصنا نستغله. واحد فرصة اللي كتجي. خصنا نستغلها. لان الناس اللي كيصوموا وكيياكلوا ماكلة صحية في المغرب كيفقدوا وزن. الشاسومية كتقدري تطيحي تل سبعة كيلو في رمضان. يعني بعد رمضان. يليك انتي كتكلي مكلة صحية. لان انا كنت خلصوا من الدهون من الوزن الزائد. وكنا نفكروا المستمعات والمستمعين باللي كين واحد المصحات خاصة فعلا براه في الخارج. اللي كيندوروا العلاج بصيام. يعني تبدو على الطريقة. احنا الحمد لله عندنا. يعني انا في الدين الاسلامي ديالنا. الحمد لله يعني اخصنا. فونا نستغلوا هاد هاد الفرصة هاد مرة في العام كاتجي. يعني ندوزوها مزيان ونحاولوا نستفدوا من الفوائد دير الصيام. اه صيام كينقص احتمال اصابة اه سكاري. هادرنا على السكاري مع الدكتورة اللي كانت قبل مني. لانك تنضم لنا ذاك المؤشر ديال السكر على مستوى الدم. كينقص. عندنا اه صيام كينقص احتمال اصابة بامرض القرب والشرايين. لانك ينقص لنا معدل كوليستيرول وتولاتي الجريسيغيد. اللي تخيجريسيغيد كيهبطو خلال فترة الصيام. اه كذلك الجسم كي يمكن الجسم انه يتصلح ويتنقى من الشوائب والخلايا الميزة. حال يقدر نتوياج للدارس. سيب حال ان دي توكسيفيكاسيون. كتنضافي. كتنضافي. كتنضافي شاملة. حال ميناج ديالجسم. كتتخملي الجسم كتنضافي من ذاك الشوائب ومن ذاك التوكسين. احنا كنا نعطلهم المواد اللي السلبية السموم هما التوكسين. اللي ترك ما تخليك انتغذيها سليمة. الادوية. اه. عداد من الامور. على الوقتها ديال التنقية الجسم. كتنقية. يعني كتحي دي داك الخلايا الميتة. الجرس. اليدام داك شي كل شي كيمشي ما كيبقاش. وكي دونك بالتالي كتتوقع لنا جديد على مستوى خلايا ديالجلد. تقوية الشعر كيقوى. لابو كتزيان. يعني الدكاء كيتزاد. يعني كل خلايا كلها كتجد. الخلايا العصبية. اه كذلك كنقسم اعراض الكورونا العصبيين. من هالالام الانتفاخ الاسهل القبض. ولكن شارطة استعملوا. اه. يعني ذاك القواعد ديال التغذية اللي غن هضرو عليها. مالك لنا مواد. مادر نوال. مادر نوال. كذلك الصيام هو وقايا من الامراض. ايه. انك ينقص لنا من حدة الاصابة بالالتهابات. يعني من عند الله. اه. مواد يعني ذاك لسلول اللي كيدخلو في. في الوقاية. لسلول دو ديفنس اميونتر. في الوقاية للجسم هادو كيكونوا طالعين برمضان. جهاز دفاعي المناعات. والله. كيتقووو بالصيام. اه. والجسم. اخصنا نفكر للناس انه عنده واحد القابلية. يعني زيار الصبر طيلة شهر رمضان. حيث عنده واحد الاحتياطات. مش الاحتياطات ديال. ديال المواد الخيبة. عنده احتياطات. انه الكابيد كيستوكيلينا السكريات. على شكل غليكوجين. ولي كتسهلك في المخزون. كذلك شحمة. كنتستعملو. دك شانش كنضعف ويليك إنما ماكلة صحية. يعني دك الدهون كنتستعملوها بحال وسيلة ديال الطاقة. كتتحرق وكتعطينا الطاقة في الجسم. هدي من جهة. كليك اعتقد عنو خسوية كل بزاف. لا. ما يخاف من الجوع. لا لا. ما يخافش. الجسم دياله قادر براسل. عنده الاحتياجات كيسد الاحتياجات دياله. وكذلك كنتخلصوا السموم اللي ضربنا عليها كتكون عالقة لمستوى. لمستوى الجسم. لمستوى دك الشحمة اللي إنا في الجسم كتمشي. ايه. العادات الغذائية. مادمنا كنتك نتكلمو. إحنا الحمد للله عنا مروت زوين. كين فيه الصحي. وكين بعد الأمور نحنا نحضروا إليها المضارة. في اختياراتنا في هذا الشهر الفضيل. وحتى قبل. احتى قبل. شو نديرو. يعني خصنا ان ندخلوا لغاستنا واحد القضية. الشهر رمضان كي يجي عنده فوائد. خصنا نستغلوها. قبل ما يدخل. كنت داركوا الموقف بشي حوايج باش اننا نسهلوا على رأسنا مرحلة الصيام. والتون دا دابتاسيون كيكون سهل. والجسم ما كيتكرفص شو ما كيتمحنش. نقصو من الاكل بسرعة. يعني الماكلة ستكون غيب شوية. يعني يعني هذي قبل ما يبدأ رمضان. وعاوزة نفاش يكون رمضان. عزني كتتحطي طبرة فرمضان كتكون بشكلة ومنوعة بزاف. كي بدأو خصنا الانسان كيبغي يضغق من كل الشي بكي يكون بسرعة. والوقت ما كينش. والوقت ما كينش. متابعة خصيص الله. خصيص الله على طبق. دي اكل. كي يكون كي بحلي كي يجري عليه. نقصنا نتعلمو ان ناكلو ببط. هذي اللولة. الاكلات الباردة نتفادوها بحل العاصر. يعني ذاك العاصر اللي كنديروه وكنخليوه في جا. كي برد واحد ساعة ولا ساعتين وعن نجبدوه. هذك من الاحسن سي بالابين. لحقاش كي دي لنا واحد اه لشوك. كي دي لنا واحد المشكلة لنا مستوى المعدة كنعين تروحنا لشوك تغميك. ديك المشكلة دي لدرجات الحرارة. هو بارد. وكتدخليه الواحد البلاصة اللي هي سخونة. كي دي لك تطاق. شوك تغميك. يعني من بعد كي بدر مريد. كي قفزتي هذك المعدة. كي قفزتي هذك المعدة. كي دي لك غطيان. كي دي لك احنا غن نضروع المضاعفة. هذي من جهة. عنا الاوكلات اللي انت السعرات الحرارية طالعة. حيز كندوزه من واحد واحد البصج يعني غبيد كندوزين واحد الفين وربعمائة كيلو كاروغي برجو حيز تلتلاف وربعمائة تلتلاف وخمسمائة. يعني خسنا نقصه بالعكس نقص السعرات الحرارية. ناكلوا المواد اللي صحية ولأمامتها ما غطلعش ليها هذك على مستوى الدم. اه كذلك نجنبو اه يعني الناس كتتكل بزاف المواد الدهنية. يعني قبل رمضان نحيط داك المواد الدهنية لانك تلقص ليها محركة المعيدة. منك تعطيها الدهون المعيدة كتتتطل باش انها تهضم. احنا العكس احنا الهدف دينا انها خسنا نترين نوعها انها تهضم لنا غبيد ما مش تتعطل. حي تكون معتتها ماكلة دهنية. غدي تتعطل باش انها تهضمها. وبالتالي داك اليدام للداخل غيدر. غيدر غطيان. غيدر حريق. غيدر دوخة. حمودة. غيدر حريقة. احنا ما خسناش نوصلوا لهذا شي. ميه. كذلك العاصر آآ البارد ولا العاصر اللي كيكونوا فيه بزاف الفواكه. انا كان فضل الى يدير انسان العاصر ماشي كل نهار. وما يديرش بفي بزاف ديال فواكه. احنا يوم كتطلعي الوزمونا غيطي. زي انا ونيبا غوزمونا غيطي. اللي كدر لنا المعيدة. علوغ العاصر ماشي موهم كل نهار نديرو. ماشي ضروري كل نهار. يعني تقدري تفرق الصون بالموت وميرات وتفادى والعاصر ماشي ميلاد شهينا نديرو. ماشي كل نهار. ماشي ما ندروش المعيدة ولا ندرينها نديرو فاكهة وحدة. ماشي حيط كيلي كيطحن البانان والتفاح واللي والفراز. كيطحن كل شي. ما كتكونيش حاضرة معنا فقط حدا قوتاوي. لما تكونيش حاضرة. كيطحنوا بزاف ديال فواكه وبالتالي هدا موضع. كدريك خسنا نتعلمو اناكلو 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 من ديروش تاك مني نناكلو من مشوش نتكيو. ايا. من دابا نعودو راسنا لها. حيط شنو كيوقع فرمضان. نيكا ناكلو كنجبدو قبال التلفازة. ديك لا تخليش الماكرة تهبط من البلعو من المعيدة. وتستقر باش انها دوز لنا لك المسال النارقيق. لبول بولو ديو ديرو. ما كتتقداش. انك تبقي انتي في واحد لبوزيسيون اللي كتصعب عليها البصاج ديال المواد فيها. نحن تبقى قالس. نحن تبقى قالس. ولا يعني الصالة. الناس اللي كيف رقوا الصوم وكي يمشيوا صليو المغرب مزيانة هاد. الحقاشي لك لي تعمرسيها بزاف شتي تصليتي. يعني درتي ذاك لابوزيسيون ديال رقوع ولا ديال السجود. كتطلع ليا الماكلة. وبيتالي الناس اللي عندهم ذاك الفطق المائي دي كيتزاد. ليهم. الناس اللي عندهم الحرقة كتزاد. يعني ذاك الاعراض تهيك تزاد. على خصوصا انه يجي تدريجي الماكلة. والا. حم ساعة من تصايم اللي كتجي في الوجبال لولا ديال الفطور. كتتعدن صافي كل شي قي يقول لك. طب لوحدة كن حد كورش. اه. ومدى النوار. لا. خسنا نديرو بزاف الوجبات متفرقة. متفرق. دبا احنا غادي ندرو عليها في النصائح. دبا ارباع ولا الصيف. نقدروا نديرو جوجو الوجبات كافية. مش حال هادي مني كان البارد والوقس دليل طويل. اه. فاش كان رمضان كي يجي في البرد كنك نقدر نديرو الفطور. العشاء والصحور. دبا نقدر نديرو الفطور. ونبعدو شوية ناكلو بحال ديفخوي ولا قبل صلاة التراوح. ومن بين الصحور نديروها عوزة بحال فطور. حال فطور دي الصباح اللي كان نديرو. هادي مجياء. اه. كذلك نتفادوا اه. نتفادوا تناول الاكل قبل التلفازة. لان قبل التلفازة كان ناكلو كيميات كتر. اه. التركيز كي يكون ناقص. مكتر لديش البال لرعتك ان كي صفيفتي. دروري التلفازة. هذه كاسومية. دروري تلفازة. لان كتكون داك اللمة. لمة العائلة. وكل شي كيكون مجموعة باش كي ياكلو. امام طوكي دوز وقت زوين مع العائلة. داكو. اه رمضان. وانتفادوا ديك المأكولات اللي في هالحلاوة ولي دم. بحال شباكيار برايوات هادو. هادو كل ما نقصنا منهم وماشي كل نهار. احنا ما غاديش نحيدوهم باش ما نديروش عوثاني الحرمان. يلا كلينا وما نخلطوش. ما شاي غلنا ناكل برايوة وندير شباكيار وندير صفوف. وندير يعني خسنين ناخد غيو حاجة. هاتشي لي كي. علاش لانا هاد 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 الادة المدارة بالجهاز الهضمي. باش ما نوصلوش لهاد المشاكل اللي غنهضو عليها دي القرحة ودكش. صح. لانونا كي ناس اللي كتعاني صراحة وغادي نمشو ونفتحو خطوطنا ياك يا اخويا وذهب. خدنا الحديث نويك دكتور. ونسينا المكالمات المسامعات والمسامعين اللي حابين انو متواصلوا مع دكتور نور عقل. طبيبة اخي ساياة في امراض الجهاز الهضمي. موضوع حلقتنا. كيف نهي المعيدة دينا اللي هي باب الداء كل ما حفظنا عليها. ياك كل ما الحمد لله ما كنت صابوش به هاد المشاكل كاملة. لي شهر رمضان الكريم لفترة الصيام اللي قلنا هي فترة. الحمد لله الدين دينا الحمد لله يا رب عليها اكرمنا به هاد النئمة هدي. لتنقية الجسم دينا من جميع الشوائب. ماشي باش نزيدوا مشاكل ونزيدوا امرات اخرى. قرحة المعيدة ياك. الامرات شائعة كثيرة. كيف يتعامل شخص يمريض بقرحة المعيدة في رمضان. سوميا النسل نسل عنده قرحة المعيدة خصو ضروري عالجها قبل شهر رمضان. إلا كانت متطورة يعني كان هدوء اللي يلسخ افوليوتيف لكاين وما براش في واحد لمدة دي ست شهر. يعني إلا كان برا فايتا ست شهر يقدر يصوم. إلا كانت قرحة كاينة وما براش في ست شهر منوء على هاد المريض انه يصوم. ساتين كونت خانديكا سورة. بحالي كتقولي المرض السكري اللي عنده تيب و اين يعني كياخد لسنين انه يصوم. منوع. يعني يقدر داك القرحة تدلو نازيف ولا تدلو مشكين. هدي الولا. عندنا المريض اللي عنده قرحة وفيها يعني فلا بيوبسي خرجت لنا جورتومة المعيدة وتعالجات يقدر يصوم. ولكن كنزودوه بمضادات الحموضة واحد الادوية اللي خاصوه ضروري يخده في سحور. باش اننا كننقصو نسبات الحموضة في المعيدة. والمريض اللي كانت عنده القرحة وصيكة خيزات يعني برات وما عندهش جورتومة يقدر يصوم ما كيش مشكين. عند الاحتياج كنزودوه بمضادات الحموضة. اي. والمريض اللي عنده القرحة ضروري خاصو يشوف طبيب ديالو قبل من شهر رمضان. باش الطبيب داك الساعات كيكون دلو تشخيص كيعطيه ادوية لكتعاون داك القرحة انها تسد. لان لابقت لي القرحة محلولة داك اللي لساغوا واحد الجرحة كتكون عندي على مستوى المعيدة. يلا بقت محلولة تقدر تدلي نازيف تقدر تدلي التوق بتقدر تدلي التهاب تقدر تدلي بزاف ديال المشاكل. هناك نصح الناس يعالجو لي الجرحة المعيدة قبل من شهر رمضان. حيث دوات ديالها كيتخد يعني انها بلوزيوخ بخيص بغجور وشوية كي كيكون يعني واحد مدد عشر ايام ولا الاربعتاش اليوم من الاحسن دوزوها ظالة من الاحسن دوزها قبل رمضان. طيب. دكتور نورا قد نعطي الكلمة الاستندار المستبيعين ديال نحب انهم يتواصل معك مباشرة معنا سيدة ناجات كي يدهر ليك آآ سيدة ناجات خديجان. السلام عليكم سيدة خديجان. سلام عليكم اختي. لا بس عليك خديجة. سلام عليكم كديرة لا بس. السلام الله يبرك فيك. مرحبا. كديرة الدكتورة. الحمد لله لله. اواشي مباركة. شكرا عن اللي نوع اليك. بغيت غير نقول لك دكتورة انا كم ادشيات اعتاد لنا عيدة لك اتابريك انا ضرراني المعدة ازاي? مه. ما خليت تدويان ومتن شربهم. تنطلغين شرب الدماء والتقياء والردان ومعرفش من الناس. شحال هادي وانتي هاك للا. هذا بقعت لي هادي دبق قريبا قاعد شي شهر هادي بش وقع لي هاك. انا كنصحك يعني تشوفي الطبيب اللي قريب لك لان اخس ضروري واحد كونسويتاسيون زائي التشخيص باش نعرفوا المعدة ديالك شنو فيها من الضغل لان الاعراض هادي عندك شهر وجاي شهر رمضان يعني خسنا باش نعرفوا ولا كانت حالي نديروهم. اه كانت جرطوما نعالجوها قبل ما يبدأ شهر رمضان. حيث لا بدأ شهر رمضان وتبادية بحالة كده. رغضي صعب عليك الصيام. هادي نقولك دكتورة معانا اسميت ومعا كانت ديال جرطوما. مهم. كان دلتها وكان شي عام هدي بس دلتها. وكانت عندي الجرطوما لي المعدة. مهم. وعطاني الدكتور الدواء. مهم. واسميته واش تربته وليت الحمد لله. مهم. وده بعض ارجع لك المشكلة. واجع لي ولا كان فيها تمر سكرانة. داكو. واش عندك السكاري الاول ولا الثاني? اللي كتدر لي كيناس ولا كتدر لي لانسونين? للا كندر غير كينا. داكو. والمؤشر ده السكاري عندك مزيان? داك الخزان ودك الشي اللي كتابره. للا كانت تنصيب ستعود. ملي تنعبرو مع الصباح ودك الشي كانت تنصيب ستعود ثمانية ولاس. داكو. لقد كنت تطلع شوية. عنا دبجوج مشاكل. عنا المشكلة دير سكر ممقدش. يعني السكاري تاني اللي كيكون يقدر يصوم. كياخد الدواء هو اللي كيكون عنده المؤشرة كلها مقدة ولكن بالموافقة ديال طبيب دياله للاختصاص الغداد ولا الطبيب اللي حدا ديال سبيطار ولا ديال الحومة يعطاه الموافقة الطبيب اللي كيتبع وعنده دراية بالحالة دياله. انا كنظر في الحالة ديالك خسنا نعالجه بعد دا الماعيدة والسكار حتى هو نلقوش يحلي. ان ترموشد السكار لك يخربق لنا بزاف الحاجات. الى كانت علاق. والماعيدة خسنا نقلبه نشوفه واش داك الجهور توما اللي كانت عندك مشات ولا لا. ونشوفه واش مدارت لك شي مضاعفات على مستوى الماعيدة. لحقست دكتورة تش حاجة ما تطبقها ليه فكر جي. دا بغير غير طيبة حشاكتان تغدان طقية. اه ندير غير كاسكروب في الحشية نطقية. نبات نشرف في السيروات في الكينات مخدلي تمدر. واذا خديجة وصلتي لواحد المرحلة اللي من الاحسن تشوفه الطبيب باش يكون شخيص دقيق. باش كنعطاه الدوع لحساب الحالة. حيث هاد المشكلة عندك في الماعدة تسكر جوتوما. تسكر القرحة. قد اكل تهاب مزمين. يعني بزاف ديال اسبب. وكل سبب. والعلاج دياله. باش ما نقولوش هكا شي دواغي هكاك وحنا ما عارفين شنو كاي. دا باش ندير هادي ديالجار طوما بعدا نشوفوش عندي وما عندي. على هكا نصحك تشوفي الطبيب اللي قريب لك. هو اللي غدي وجهك. واش تحليلها واش راديو واش يعطيك الدوانيشان فهمتي من الاحسن لان هكا في التليفون كينشيح واش كيصعبو علينا ننجاوبو عليهم بحالة كخص ضروري يعني تشخيص مية في المياه. وخا دكتورة وخا شوكرا ما دكتورة. لا يجيب شيفة. خديجة لا يجيب شيفة يا رب. احنا قلنا معانات صراحة الناس عداد وعدل الرسائل اللي كانت وصلوا بها. اللي كوف العوان لجميع ولا يجيب شيفة لجميع. مع قدوم شهر الفضي لرمضان قلنا ما فيها بس انو حتى الناس اللي عندهم امراض بكتب جهاز الهضمي. خصوم بدأوا بندابة. يحضروا ماشي تاكي وصل لرمضان عاد كيبدا يجري ويجري واش غاندير واشو ما غاندينش واش نصوم واش نتبه دواء دياري. الامراض قلنا نبدأ بقرحة المعيدة. يكون نهضروا على جورتومات المعيدة لانا جونا كتير اسئيل عليها. جورتومات المعيدة خصنا نعالجوها. ما انا ما غادش نخلي انباسيو اللي عنده البكتيري بوزيتيف يدوز بها رمضان حيث غادي يبقى ما غيقدرش يكمل لي يا رمضان غادي بدا يصوم وغادي بدا يحبسي يقول لك ما قديت شراسي دارني هادي الغتيان الضوخة. ايدان خصنا نعالجوها. هي اللي اولا قبل ما يدخل شهر رمضان. وخاما ديقولوش انا الفيريفيكاسيو داك الساعات تاكلو التسلي كن ولي ونراقبو بي باش انا همشات سولى الله في رمضان خلي يحتايدو زى رمضان غيبدا نحسنو من حدة الاعراض باش ذاك المريض ما يجيش الحرق باش ذاك المريض ما يقولكش عنده اتقل في الماعدة عسر الهاد بحيث هاد الاعراض ركا تجي لنا معا شرطومة الماعدة. يعني يخصو يقالجها عاد يصوم. وتغذية خاصة يكون في رمضان? التغذية الخاصة اللي كان نصحو بها هاد الناس هادو يبعدو لنا على الحاجة اللي حامضة. يعني انتفادوا الحوامض اللي كدر لنا الماعدة وانتفادوا الحاجة مالحة بزاف والحار. الناس كتكتر بزاف لنا من الحارف رمضان نقصوا شوية من هادش. وننهيقوهم كنعاونوهم بواحد الادوية المضادات الحموضة باش الماعدة ما كتتضرش. خاصة في الصحور يعني كنعطو لهم قبل الصحور هاد الادوية هادو. وخا دكتر اه لا يخليك انا عمري سبعة ثلاثين سانة كنشرب دوادي الغدة درقية كل نهار حيث محيداها. اه مشكلة اللي عندي وكان يعني من الحرقة في الماعدة بشكل يومي. واشي كون عندي مشكلة في الماعدة لدرجة نكون باغية ناكل كنخاف. ناكل لانو الحرقة كتمناني. وشكرا دكتورة. على مشكلة الحرقة. الحرقة هي اه من الاعراض اللي كتقيس لنا الماعدة. يعني كتحس بدا كلاسي دي كتطلع. كتحس بواحد المشكلة عنده هنا يعرف قريب القافة الصدري كتطلع لها. عنده علاقة سواء بالتهاب مزمن على المستوى الماعدة لغاستخيط كرونيك. ولا عنده علاقة بالجورتومة. حسا هي كتدرين هاد المشكلة هادا. اه دوك في هاد الحالة هادي اه ما عرفتش انا الغدة الدرقية التحليلة ديالها بدا. تهيخ سنشوفوها لا تكون بخربقة. حيث الغدة الدرقية رك تجغل نحت تلوتي بدجيستيف. يعني الغدة الدرقية عندها دخل. يعني بحل تهيخ الدخل في هادشي الجهاز الهانمي. لك انزم خربقة. تلجهاز هاد ميكي تخربق. اصلا نشوفو تحليل ديال تي اس اش ديالها واش مقادة ولا ما. ونشوفو هاد القرحة نقدره في دوكزين بخمية طونة. طيوها علاش. ونشوفو واش كتجاوب معه. بحيث باقي في دينا شوية الوقت ولا رمضان. جاوبات معه هو هادك ما تجاوبش تكسات كنطر نديرو تحليل فحوصات. باش نشوفو واش كين شي سبب داخلي في قلب المعيدة اللي ديالها هاد القرحة وما كيخليهاش تجاوب مع الدواء ديال الاول يعني داك الدواء البسيط اللي كنعطوه في الاول. طيب صباح الخير دكتور انا فاش كنفطرة في رمضان كتجيني صخفة مباشرة والعياء. تفسير هاد الاحساس. صخفة والعياء. صخفة والعياء مباشرة مورع الفطور. وصديبوش نو غاد الشخص هادا كي ياكل. الفطر. مثلا شي حاجة. اللي دهنية. اللي صعيبة ان المعيدة تقبلها. مولف هو كي ياكل داك الدهون وداك الشي. راه طبيعة الحال غدي حس براس ومشي هو. واش كي خلط. احنا غادي نهدرو عليا فالنصائح في رمضان. مخصني نخلط يعني نحاول نتفادة داك تخلط. كل ما تفاديتو كل ما ما كيوقعش ليه مشكلة لمستوي الجهاز الهضمي. من مشاكل كتيرة ياكد ديال الجهاز الهضمي. مشكل ديال الغازات. البطن منتفخ. القبض الكتير اللي كي خلينا عرض عاو تنين تصابو بالبواسير. يعني هادا الكم دلائحة ديال المشاكل. اسبابها شو? الاسباب ديال للانتفاخات والغازات على مستوى البطن في شهر رمضان عندها علاقة بتخلط. بالسفد الناس كي خلطون مأكولات. كي يكترو السكاريات. حيث السكاء السكاريات ولا اللي فود مبس ما كيتهضموش. كيبقى صعيبة باش انه كيتهضم. آآ كيكون عندنا اللاكتوز داك الحليب. يعني كيشربوا الحليب بالسف كيشربوا. او عصر الحليب مع القهوة. ورا شارب العصر وكيزيد الحليب مع القهوة. والحريرة مورا. والحريرة في الحموص. يعني انه واحد المجموعة للمأكولات. ماذا كته? عربح القنابي النووية كتكون في الجهاز الهضمي. كتخلط. طيب وعلا كتخلط. الشخص اشان. كيخلط بزاج الحوايج. يعني حتى بان انا كنصح الناس يكونوا دكين. حال اليوم اشربت الحريرة ما نضيش معاها الاثر. ممم. طريقة دي الطياب دي الحريرة كين واحدة عندنا واحدة زال سوس. فعط ما ندورها بالطحين ندورها بالخضراء. فعط ما ندورها بالطحين العادي نقدر ندورها بالطحين دي الطراء. حتى الناس اللي عندهم واحدة تحسوس من الطحين. دونك ندورها بالنشا. كتكون خفيفة. ما نكترش. ما نكترش فيها الحماص والعدس ودك الشي بش ما نترنيش. ما نكترش فيها. منين نغل ناخد غل نخد غين زليفة صغيرة. ما نضربش زلافة اللولة والتانية. ونزيد معها الشبكية ونزيد معها البريوات والعاصر. وبحال اليوم ميدت الحريرة غضة ندير شربة. مثلا ندير شربة دلخوضار. ندير شربة دلحوز. نحاول نوع نوع نوع. نوع. بالي بحال البارح خديت العاصر اليوم ما ما عنا نخدوش. من الأحسن. وفر عليك تا تمارا والوقوف بزفة في الكوزينة. يلا دكتور عني مشوا معنا دوفعة صراحة من الأسئلة. معنا كدلك أسئلة كثيرة كثيرة. هاتش قلنا هذا الموضوع صراحة مزيد من نحضرنا اليوم. غادي نعود نحضره عليه ان شاء الله. ما يصبروا معنا. السلام عليكم اللي يخليك أنا الأم دي لي عمرها 68 سنة. تدرها راسها بزاف خصوصا بالليل. لدرجة ما كتناش حتى الربعة ولا الخمسة دير الصباح. مليك تاكل غي البانان او البيض مسلوق او اي حاجة ملحة شوية. فولادك تخاف تاكل اي حاجة فلعشية. لان راسها كيبات كيدرها وكيدل كيدرها. آآ الطنس شو عندها اتناش. شنو غادي تدير مع قدوم رمضان. شو خاصة تاكل في الليل. مع انك تاخد اربع حبة دير واحد دوة. في الليل اللي اعطيها للدكتر دير القلب. شافتو ها دربع سنين. هادي ما عندهاش سكار ومعندهاش كولستيرول. فشنو تدير لأم دي لي. هاد سيدة هادي عندها غيكون واحد المرض لمستوي القلب اللي كانت تعطيو انه دك دوة دي لتتخطر الدم هادي هادي اللي اولا. وعندها هاد المشكل دي ديال الدخاء وحرق راسها شون كلا توصول ديالها مقادة. قد تكون الماعدة ولا السكاري. السكاري ما عندهاش. ما عندهاش. مقلبات هادي ربع سنين ما عافتش. خاصة هاد دوة هادا ديال بلما اندكر الاسم دياله دياله ديالة ربع راه معروف. رخص اااا نمره يده يمشي عن طبيب دياله ديال القلب على الاقل مرة في ثلث شهر. الاوهت عودت و ترجع عن طبيب ديال القلب لان هذه الدوة هادا صعيبة باش قد يخرب قلينا هادا تتحلل. ها حوق الراس إذا كان عندها مشكلة لم يستموى المعدة لإنملكة تكون البيض والبانان وذلك تقدر تكون عندها داكلة غاستخيطة يعني المعدة ديالها طيبة ولما جروحها لداخل ديكو ما كتخليهاش أنها تتقبل لون كان أخصت شخيص نقلبه نمرة عندها 68 سنة ما غير نكتافيش بالتحاليل يعني يخطين ديالها رمين ضارد المعدة ولكن حتى تكون شافت الطبيب ديالها ديال القلب مش نتأكد والثالثة نكمله التحاليل يعني كوريستاغول تقريبا ديال العينين يعني أراها شي مكتابة طبعا شي عنده بزاف الأسباب تقدر تكون المعدة تقدر تكون حتى الكوريستاغول طالع العينين تاهم إلا كنا نضادر ماشيهو ما ولا شوفا ما مقادش ولش حاجاته هوا كده لنا أهلا من المستوى رأس لكتر خيركا دكتور شكرا على الجواب سلام أنا خديشة من كازا بغيت نشاور الدكتور على هاد الوصفة اللي كندير واش مضير روليلا هي صراحة وصفة التخصيص أنا في رمضان كان نوجد واحد جوش كيسان ديالما مع القادية الكامون بلدي نص حمضة تنغليهم وتنفطر بكاس قدنا الفطور وبعد لاشا تنشرب كاس واشد الوصفة صحية في رمضان وليلا هي مزيانة غير ذاك اللول باش تعطيهم على الجوع تتعطي المعدة الخاوية تعطيها الحمض شوية صعبة تقدر من بعد دلها مضاعفات ما الكامون مع الماء وهاد سيترون معرف كندستعملوا في تخصيص الوزن كنديروس ادك ودك شي كيكون فيهم ماشي مشكل غي ما نديروش انا كنضحات فرق الصوم وتاكل شي حاجة عدل لي يدك الكاس اللي وليك تشرب حيزي لعطات المائدة الحامض وهي خاوية تقدر تضرها من بعد دكتور انا كان نداوي عندي جرطومة المائدة وكان حسب دوخة مني كان حتراسي على المخداج كان بيلي منكي تنفخ مني كناكل هادو اعراضي ما كان حسبيهم واشا قدر لنا حرق الراس لانك تأثر لنا على الراس عندنا واحد لونير 10 وليكي هبط لنا من راس نيشان الجهاز الهضمي هو كيتأثر حدثي ليه هاد الشخص هذا يعالج جرطومة المائدة وكان عاونه من بعد العلاج بواحد الادوية دي المضادات الحموضة وجنرال مويلة كان السبب جي من المائدة ما كيبقاش دك حرق الراس ودكش زائد نظام الغذائي يعني العلاج البكترية زائد نظام الغذائي احنا غديمشو العلاج وغديمتكلمو كدريكا الاحتياطات ونصائح اللي ضروري يخصل مدوها لكل مستمعين دينا اللي كيسمو معنا معنا دو فعمل اسئلة على الواتساب نسمعو البعض منا ياكي اخوار اللوهب نحنا على حسب الوقت يلا تفضل نسمعوه سواء ضروري نعود التحليل باش نشوف الجرطومة وش مشت او لا حيث كما كنا هضرنا عليها سوميا في مشحال هذي يعني ذاك اللغي بغيك الجرطومة المعيدة احنا نطيق نوبي منها وش مشت او لا كنديروا واحد تحاليل باش نراقبوها شوفوها وش مشت او لا اي لا مشت مزيان ما مشتش يعني هنا كندخلوا في ذاك البكترية المقاومة اللي كتكون شوية دكية اللي وخكس عطيها ذاك الموضادات الحيوية اللي وليد ما كتجاوبش معهم بكتبديدوا قصة عطيها بسرعي مشوا سواء تاني تفضل خابله السلام عليكم معكم ردوان من مدينة السباس انا مصعد بجرطومة المعيدة وهذا الايام جربت الصيام جاني صعيب شوية بزار يعني كنحس باسي كان تمحن بزار بايت نعرف الرأي دي الدكتورة في هذا الامر هذا والله جازيه بخير بالنسبة للمرتوقع هذا كشي واش كأطر جرطومات جرطومات المعيدة خصو ضروري يعالجها لنا وكيقول لكم مصاب بها على ما فهمت ما زال ما عالجهاش ضروري خصو يعالجها كنديروا ذاك الموضادات الحيوية كنوا بدأ كدير محاولات صيام لا ولكن خصو يعالجها بشي قاد يقدر يصوم يعني عندك واحد العطب واحد العضو سكتصلحو عد جرب يعني نصلحوه انعالجوا الجرطومات ويبدأ ينقص الواجب حال هذا ما نعطاهش ما نصحوش انه يصوم منذ قبل لا فهدا الايام اللي قبل رمضان ينقص بحدا بالعشاء ينقص شي وجباء ويشوف باش انك يعود الجسم دياله ولكن البكترية ضروري تعالج لما تعالجتش غدلو مشكل خلال شهر رمضان ليمون ليمون لا حامض يعني اي حاجة محمدة وخيتخلطها الحوامض من الاحسن يتفادها من الاحسن يدير الماء يدير بحدا يقدر يطحن فاكهة بحل تفاح من الاحسن هتا الحليب غينفخوا لذا العصر الحليب البانان ولا الحليب تفاح غايت ضرور احنا كم قود ديما في لان تيغير ديو مالد يعني الحاجة اللي مزيانة للمريد وخذكو مصلحتو بسرعة مشيو السؤال الجديد تفضل السلام عليكم بروك هتا الشهر انا ياو عدي مشكلة في الجهاز الهضمي انا دي الساعة يقولي عطوة العام كنصوم ويادي المشكلة في القبض ما كدية ما مصران دير فم كنصوم كيكون مصران عدي مقبوط ويا من كنصوم كيكون عدي بزاف معرفش مناش ولمعدة كتعطاني وعد الحراق ما عرفتش اي حاجة كليسة كتعطاني الحراق وخاكم نكون صايمة القبض القبض مشكلة في رمضان عاتيره هالناس كيجوا بزاف يعانيو من القبض خلال شهر رمضان ذاك شيء لش كنهيقوهم بالفواكه والخضار اللي غنية بالماء و بالالياف قبل ما يدخل شهر رمضان نصائح ديالنا متلعيش يعني انت مشا مشروب الماء نزود زدات ديالي بالماء خمستاش ليوم ولا ثلاثة سيمانات قبل ما يدخل شهر رمضان حيث منيك يدخل شهر رمضان شنو كيوقع نهار كامل وحنا صايمين ومنيك تقدى المغروب كن بقاو نناكله كنناكله كنضقه من هادي كنخلطه منيك تبغي تشربه الماء كتنفخيه شنو كنصحو الناس يبدو بالماء ومنيك تود المغروب نفرق الصوم بالماء وشو يتميرس مش يصل للمغروب يرجع دك الساعة تيمة يدخل شربة ديالخضار شربة ديالحوز بحال هاد الناس عندهم القبض كنصحوهم يكتروا لينام شربة ديالخضار الألياف مهمة الخضار الألياف واليصالات بحال هاد نحو بالنفس يعني هاد نقص من جيبة نقص من جيبة في الجيبة في الجيب الفرنس ونضع في الفرنس مع الخضارة ديالو يعني هناك تكون اه شبعتي يعني بروتيينات وشباة كاملة بروتيينات والخضر والالياس والفيتاميناس والتفادة هي مشكي دي القبض والماء نشرب خارج الوجه بس نهي حيث ده باشنو كيوقع هوا كي ياكل هوا اخدا شي مملحة هوا شي مخمرة جهل عطاش شرب جوز طبخي تنفخ عاو ساني مشا صلى رجع اخدا الماء كي كنحاولو داك الماء نديرو خارج الوجه بس وبني كتاخدها جمالحة كتعيي تعليم كتعيي تعلمه فعلا فعلا وكيوقع لنا واحد الاجتفاف لمستوى الجسم المستران اني كيكون اجتفاف على مستوى الجسم كيولي ثقيل وفي خمول ودك الماكنة اللي في الداخل ما كتبغيش تدوس باش توصلي المخرج باش انها تتفاكو يعني كتكون واحد صعوبة باش ان الشخص كيمشي الحمام باش يخوي المستران ديالو كتكون عندي صعوبة ومن بعد كيوقع لي واحد الضغطة لمستوى المخرج هنا فين كي اضطرت قرية البواسة وكيهبطوا يشرشروا بالدم وكيجي داك الجرحة حي داك لو تسيولي انه فلانوس ارقيوك داك لا ميكوز انا اللي ارقيوك قد غيك التمزق يعني كيجي كيدير كيدفعه ولا كيدر واحد صعوبة ديالتا بروس وبالتالي كيدجرح هنا كنوليه في القبض زائد المضاعفات ديالو كني مكننا نتفادى وهاتشي قبل ممكن اخليطة شربة نوع فيها نوعه ممكن قدروا نديرو الشوفان قدروا نديرو شربة للخضر شربة للحوت يعني ما مقوش ليم يتغيذ الحرير من كي يدرو بالبولة هكا يدروشة شيء ممكن بالبولة يعني سيبوسي ممكن الواحد ينوع ينوع ويكتر من لي انا كنصح الناس اللي اتخوه وليكاتب خميجور درمدان يكتر من لي كيد اياش ميطحوش في القبض وما فيها باس نديرو واحد ساعة قبل الافطار واحد ساعة واحد ساعة ولا اه ولا فاميونو دو مخش يعني نتمشى باش المسارة ديالي يدور ثمتي دونك نديرو واحد شوية ده رياضة نتمشى باش كتعاوني ان المسارة يتحرك واخا دكتور شكور على الجواب اذا افضل وقت للرياضة هي القديم قبل جزء قبل المغرض قبل المغرض واخا مشو اخو عبدالوهاب نسمعوا سؤال عبدالوهاب طيب فانتدار انو ناخدو اسئيل معنا سؤال يلا السلام عليكم ناخلك باتمسكسي الدكتورة هي قلت واحد معلومة مفيدة قلت بان شهر رمضان هو الشهر اللي خصنا نقصه في الوزن على الاقل واحد ساعة سبعة كيلو انا بغيت نعرف هالطريقة يعني الماكلة الصحية اللي خصنا ناكلها في شهر رمضان وبطبط في وجبة الفطار يعني شنو خصنا بتطبط ناكله وشنيني مناكلوش وخصنا انا متبع واحد رجيم بغيت ناخليها تعطيني افادة وشكرا ناكلاباس ديال فقد الوزن خلال شهر رمضان هو نظام غدائي متوازن ومتفارق يعني ماشي غادي ناكل بزاف دلعائلات كي ديرو كل شي في الفطار تدك الصحور بلي غادي ينوض هو يصلي الفجار باش يأكل شي حاجة كي قولك متخوم تدك تدك كي بتطعو تدك الوجبة ديال الصحور اللي هي مهمة وهي اللي غا تشد فيها باش انا نندوذ اليوم الموالي تهي كي بتطعوها حيتي يلغيها تيقولك صافي من فوخ وما قادرش حيتي اش دار حيتي اش ندار ارونها ارونها في المغرب ومشي اخلط وكلها ودار المود الثامات والدهنيات وردع اتخلق العصائر مع الحريرا وذاك الشي وما قادرش يعني حيتي كتوقح واحدة بحلي عندك واحد الكتلة على البطن نقصو داك العصائر ماشي كل نهار لا تشهيناه نهاريه يومين لا ولا نهاريه نهار لا ماشي مشكل ومن بعد يا اما قادروا داك النظام ديال انتخي برا يعني شلادة زائد وجبة رئيسية معها خديرة ديالها وليلة غدي ندير الشربة وغندير مثلا داك الشربة الخضار ودك شي نقدر معها مملاحة ولا جوج منكترش نهار هكا ونهار هكا نهار هكا باش ان الجسم كي ولف ونشرب الماء خارج الواجه بس نبعد على السكريات والدهنيات والحوامد قدر المستطاع نقدر ندير برايوات ديال الخضراء ما نقليهو مش نقدر ندير برايوات ديال الخضراء مع الحوز نطيبو في الفرهان فعوط منديد داك البرايوات اللي كيكونوا عامرين بشي حاجة وكيتقلو في الزيت يعني كل ما تفادينا القليان في الزيت نتاكليو تستفديو فيهو بخضارة يعني ما نطحوش في الحيرمانة السومية هاتشي اللي بغيت نوصل للمستمعات والمستمعين ناكل انتليجامو ولكن ما نحرمش راسي كذلك نشرب الماء خارج الواجبات وبكمية كافية يعني ما يحسنش يجيني لعطاش انا مور المغروب عدنو نشرب يعني اختي نشرب ضرب دويرا نشرب خارج الواجبات واحد دولي تخدمي من المغروب حتى السحور ونشرب ونفرقهم من تفادي ذاك هادو الليكيد اللي تخوشه ولا تخيف خوه بش ميديروش ليا ذاك لهو الشوك تغميك الفواكه ناخدهم في السحور ولا ناخدهم قبل التراويح عواض الليل حيث كالي كيمشي مع ديك كيبغي نعس مع ديك ال 12 دليل كيدير فاكهة ولا جوج كيمشي نعس كتخمر لهو الداخل انا نقدر ناخد واحد الفاكهة يقدر تشربة مع مملاحة نقدر نرتاح واحد نص ساعة ولا هذا قبل ما مشي التراويح ناخد واحد الفاكهة ولا جوج ونعاود ندير فاكهة مع الوجبادية السحور ممكن مالاخدتي الفاكهة مع ال 12 دليل ونعستي وغا تعاوث ان اتفاق تسحر را غا تخمر الداخل دايما دا كله بخاسي بدي اللي فخوي بالليل تيخمرو لنا في المصران وقديرو لنا الشحمة في الكبدة وقديرو لنا بزاف ديال الحوايج اللي الناس ما عارفينهاش ماشي ما ناكوش الفواكه ناكلهم غين عارف وقاش ناكلهم على الغطو قيته قتلية خارج الوجبة يعني احسن قيته قبل صلاة التراويح وفي سحور سحور هي واحد الوجبة اللي خاس الناس يتعاملوا معها بحل الفطور ديالايام العادية يعني يخس يكون فيها السكرية الباطئة خبيز ديال القمح الكامين ولا هذا مع زويتة دلعود مع شوية دلعسل ولا فروماج ولا هذا زائد فاكهة نقدر ندير بيضة لما درساش في الفطور نقدر ندير البيض في الفطور ماشي مشكل ولا شي معي القادير السفوف احنا ما عديش نحرموا راسنا تميرا ولا جوجته هي يعني السكريات اللي غادي مزيانة او ما امتون تشدليها نقدر ندير شريحة يعني جوج ولا تلاسة الحبات شريحة او ما امتون هنطلع المؤشد السكري مستفد منها سكر اللي هو طبيعي والثالثة غتعوني في مشكلة القبض يعني انا مستران دينا لا يتحرك فهمتني؟ والله يجعل باركة والله مش بازوين غايش تتجعون هر كامل واتكون الناس عايش ابوه اتاي وقهوة ما اترناش اتاي القهوة ضروري كي يحطهم الواحد مع المأكولات ديال الفطور ماشي مشكلة ياخدهم مع وجبة الافطار حيط كي اللي عندو داك المشكل ديال حرق راس ما يقدرش يقطع القهوة لك غادي ما يمكنش تحيدي هلو يقولون انقص شوية سكار كده وجو سكارة يدير وحدا كده وحدا يدير نص ينقص كمية السكر وصاف والله يجعل باركة طيب غادي نمشي وما زالينا اسئيلة وباقينا واحد سمعوه عندي واحد سؤال بالنسبة لواحد الاخ ديالي كان عندو مشكل ديال المعدة كان عندو الجرثومة ودير الدواء وصراحة دير لباس مبقاش تيرد مبقاش ولكن المشكلة انا صح تبقات ضعيف ضعيف ما تتزادش في القوة وكيدعاف يعني ضعيف هو وكي يقولك انا ما تضرني كي حاجتي يأكل مزيال ما بقاش تيرد شي مرات تيرد شي مرات تقلال الناس هم يمني كانت تحوف هذه المشكلة ديال الدعف فقصنا نكملو ينضيروا التحالي الانسان ما كي غادي وكيدعف روخا عالج الجرثومة نضيروا التحالي نشوفوا حيث كلي العظم ديالو هك كدير عندو اميتابوليسم كي غابي دريا كي حرق ديالو دريا كيدعاف وكي يلي العكس تلك العيالات اللي كيكونوا غلاضة ميتابوليسم ديالو هم تقيل بحال هاد الحالة ديالات الشخص هادا الميتابوليسم ديالو غابي ديالو يمكن يكون كي يأكل كي حرق ضغية ولا عندو شي مارد ما باينش في تحليله شي فقر الدم شي حاجة اللي خلاتوه ما كي ياكوش كيدعاف شي حاجة اللي يخصنا نقلبو عليها يعني ضروري يخصو يشوف طبيب ديالو اللي غي يكمل معه بالتحاليل ويدلو الفحص بالصادة ويقلب ليكون عندو شي مشكل في شي بلاصة واحنا ما عارفينهاش إلا تقيقن الطبيب ان كل شي عندو مزيان تحليل مزيانة لغاديو مزيانين ديالك سايز كندخلوه فلاكاس ديالو ميتابوليسم كي اكسل يغيين يعني العدم ديالو ضغية كي يحرق شي باش ما كيغلط شوخة دكتور شكرا على جواب على كل هاد الاسئلة صراحة وكان شكرا المتسبعين ديالنا على تجاوب ديالهم وعلى انهم تفتحون نقلبهم تتشاركوا معنا همهم سؤال كدلك مكتوب على الباشجانة سؤال لا يخليك دكتور ان بغيت نسولك انا محي دالمرارة وفرمضان كان شرب الماء سخون يعني دافي لقيت علينا الراحة صراحة مليك الفرق سيامي بتمر وكان شرب هاد الماء واش هو صحي او لا شو رأي ماشي مشكل الماء دافي كي يعاون على نقص الوزن ماشي مشكل غيم يكونش سخون بزر باش منطحوش في ذاك الوشوق تغمي كي لك انا غي دافي ما في دارة ما فيش دارة يعاون على تخصيص؟ يعاون على تخصيص الوزن حسن من المال بارد عادي طيب غاديمشو وما دمنا في النصائح غادي نختمو قلنا الى كان المشكل نعالجو قبل من يدخل شهر رمضان غا ناخدو ادوية مع طبيب ديانا قولينا كيفاش غادي نتقضى بطاوية خصوصا غا ناخدو نظام ديانا في رمضان وشو عبتاني من النصائح والوصائح مانتقضاوش بزاف كتر من القياس هدا هو ده بالضايع كي وقع شهر رمضان كي يمشي المريض للسوق ولا الشخص غوصه كي يمشي الشخص للسوق نوكن تقضى على حسب لبزوان ديال ديال ديك النهار ولا ديك اليومين حيث محدك تشري كتر من القياس محدك تشهي وكالطيبة كتر طبلا ديانا تكون متوازنة لا نكترش نقص الدهنيات لا نقريش اي حاجة تقلق نشوف نجرب شي وصفة اخرى نديرها في الفرغان نبخر ما دي نخسر تاشي حاجة خاصة في هذا رمضان هذا باش نستفد باش الفوائد ديال شهر رمضان تكون ايجابية للجسم ديالي ونستفد منها نشرب الماء بزاف وندير رياضة ضروري رياضة ديالي واحد ساعة قبل من ساعة قبل ما تبدل المغرب باش الجسم ديالي هذا كوالو ما يغمومه رياضة كيف قطي في الصباح غادي تعيي بسطة جورنية غادي صعيبة باشي وقت خرباشي ودوك اللهم قبل المغرب هادش اللي كان رياضة الكوزينة مدخلها هادك تهي بوحدة قبل المغربة كان يكون انها رياضة في الكوزينة كافية تهياء هادك شق اخر مشكورة دكتور نور عقال طبيب اخي سايف امراد الجهاز الهادمير لايكو فاوانكم والله يشافي اللي شميع يا رب خصوصا مرضى الجهاز الهادمير لانه كتير وبعت مركي بقوا في مساكن داخلنا فاحد دائرة مخلق هادي وهادي 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 فالله يجيب تسير والله يشافي لجميع يا رب نتمنى كنو فينا هيك الموضوع وان شاء الله غايكو لنا عودة بإذن الله مرحبا ان شاء الله شكرا متسبعين اشتركوا في القناة